اجتماعين للسيد الرئيس في قصر التحذية الاجتماع الأول كان بحضور الدكتور مصطفى مببولي ووزراء الأوقاف والزراعة والري والمالية كان هناك تشابكات بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وما تملكه من أراضي وأطيان زراعية وبين وزارة الزراع والاستصلاح الزراعي هناك تشابكات تاريخية إنجاز التعبير الرئيس النهاردة بيوجه بدرورة فك هذه التشابكات بين طبعا هذا الكلام وهذا الموضوع يفهمه ويعرف تفاصيله كل الناس اللي في قطاع الزراع والأوقاف أو هيئة الأوقاف النهاردة الرئيس يضع حدا وحلولا جزرية لقضية طالت بين دهليز الجهات الحكومية على مدار عقود توجهات الرئيس لوزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزارة الزراعة الوزير السيد القصير بضرورة وضع حد لهذه التشابكات وتهيئة الأجواء للتفرغ للعمل والزراعة ورفع مستوى الإنتاجية كان من ضمن الحوار اليوم الرئيس لوزير الأوقاف والرئيس لوزير الزراعة الرئيس لوزير الأوقاف تعليم وتدريب وتهيئة ورفع مستوى الأئمة والوعاز والوعزات وضرورة وضع هؤلاء على الطريق السليم لتغيير مفاهيم المغلوطة والعمل على رفع مستوى الوعز والإرشاد والدعوة عن طريق رفع كفاءة هؤلاء وكان كلام الرئيس وتوجيهاته لوزير الزراعة زي ما قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية انه رفع مستوى إنتاجية الفدان تقليل الفاقد من المياه عن طريق تبطين الطرع والقنوات وتغيير أنماط الري وكان حديثه لوزير الري توفير المياه كيف يمكن توفير المياه لزراعات لأنه هناك خطة وضعتها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية بشكل أفقي يعني احنا عندنا زيادة زراعة أو تطوير الزراع عن طريقين طريق رأسي أو التنمية أو التطوير الرأسي إنتاجية الفدان والسلالات الجديدة والتقاوي وإلى آخره يعني رفع مستوى رأسي الفدان هو الفدان بس بغير أنماط الزراع وأنماط الري إلى آخره والزراعة الأفقية أو التطوير الأفقي اللي هو زيادة الرقعة الزراعية عن طريق ضم أراضي جديدة سواء صحراوية في سيناء أو في المنطقة الغربية أو في الشمال في الحمام أو في صحراء الصعيد في سوهاج وغيره عن طريق توصيل المياه وتوفير كميات من المياه لزيادة الرقعة الزراعية عندي خطتين خطة للتطوير الأفقي وخطة للتطوير الرأسي النهاردة الرئيس كان بينقشها مع السيد القصير ووزير الزراع وطبعا وزير رأي الدكتور محمد عبد العاطي لتوفير المياه ووضع إمكانيات وزارة الرأي أمام وزارتين الزراع والأوقاف وأنا أتكلم هنا عن وزارة الأوقاف ليس بصفتها مسؤولة يعني في زهن الناس عن الأوقاف في مجال الدعوة الدينية والإسلامية والمنابر والمساجد طبعا لا وزارة الأوقاف هي أساسا جمع وقف والوقف هو بعض التبرعات أو الأملاك أو الثروات أو المصانع الموقوفة لأعمال الخير والبر والتقوى منذ مئات السنين مين المسؤول عنها هيئة الأوقاف المصرية دون غيرها دي عندها أراضي آلاف الأفدنة أو ملايين الأفدنة عندها يعني مصانع وعندها أراضي وعندهم حاجات كثيرة بمبالغ تصل إلى مليارات وبتحقق وفرات وأرباح إلى آخره النهاردة الرئيس بيضع خطة لتطوير أعمال الوقف واستثمار أراضي الوقف وممتلكات الوقف بأفضل ما يكون والحقيقة أنه الدكتور محمد مختار جمع منذ أن تولى الوزارة منذ سنوات سبع والرجل لا يتدخر جهدا في تطوير آلية الرقابة والمتابعة لكل عمليات الوقف وقدرتها والاستثمارها بالشكل السليم حتى أن هناك وفرات وأرباح من هيئة الأوقاف تفوق المليار بعد خصم جميع التكاليف الثابتة والمتغيرة ترجمة نانسي قنقر